السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بساكم الله بالخير خواني وخواتي يهلا ومرحبا فيكم حياكم الله في لايفنا الليلة ليلة عرفة عسى الله يرزقنا الحج ويعا ربي هني حجاج السنة هذي اللي يمكن اقل سنة فيها عدد حجاج الله يتقبل منهم ويسر عليهم مناسكهم هذه الليلة في هذا اليوم بالاخص يوم التروير عادة حجاج ينتقلون الى منه يوم التروية يباتون هناك وباشر الصبح يروحون اعرض احنا موضوعنا اليوم عن عرفة لبقية المسلمين في الكرة الارضية من رحمة الله سبحانه وتعالى وكرمة انه ما خصص فضلة في اشخاص او اماكن او معينة بحيث انه يمنع منها البقية ان اعطى الله سبحانه وتعالى فضل لأناس في شيء فانه يكرم البقية في شيء اخر عرفة للجميع وفضلة ان شاء الله يعم الناس كلهم وان كان الحجاج لهم خصيصة في هذا الا ان الحمد لله ورحمة الله واسعة وفي اشياء ينالها حتى غير الحجاج هذي اللي نحن نتكلم عنها اليوم موضوعنا عن عرفة عندنا عشرة بعشرة عشرة مميزات لعرفة ويوم عرفة هذا اللي باتشر ان شاء الله الله يحيينا له ثم عشرة اعمال مهمة او يعني ركز عليها هي برنامجنا في يوم عرفة قبل هذا نقطتين سريعين في شيء لطيفة لغوية شنو الفرق بين عرفة وعرفات عرفة تطلق على الزمان يوم عرفة عرفات تطلق على المكان هذه ارض عرفات هذا جبل عرفات يعني فعرفة للوقت الزمن هو اليوم وعرفات للمكان نفسه وقد يطلق هذا على هذا الامان يعني طيب لما سمي يوم عرفة من وين هي الاسم هذا تأكدروا في ذلك يعني عدة اسباب قالوا ان ابراهيم عليه السلام وصف له عرفة فلما ابصره وراءه عرفة فعرفة من ان يعرف يعني عرف اللي الله سبحانه وتعالى او الملائكة بلغوا اياه وصفوه لشيء معين هو عرفة ومكان عرفة فلما شافه عرفة فسموا عرفة وقلنا جبريل عليه السلام كان يعلم ابراهيم المناسك فينقله من منسك الى منسك ويسأل عرفت 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 الى ان صار عرفة هذا اللي هو المكان عرفة وقالوا لان الناس يتعارفون في هذا المكان الحجاج كلهم يأتون في عرفة ما يتخلف احد فيتعارف المسلمون في هذا اللقاء العظيم فعرفة من المعرفة يعرفون بعضهم البعض وقيل وهذا من المعاني الجميلة عرفة من الاعتراف في عرفة الناس يعترفون بذنوبهم وبأخطائهم وبسيئاتهم خلال سنة ويرجون رحمة الله سبحانه وتعالى وان يغفر لهم هذا الذي مضى من ذنوبهم فهو مكان الاعتراف وقد يعني يصدق ويطلق على كل هؤلاء ولا مانع من ذلك طيب شنو فضاء لهذا اليوم مميزات هذا اليوم اللي صار بهالمنزلة العظيمة اللي الله سبحانه وتعالى جعلها الوتر أي وقت يوم عرفة؟ الوتر لأنه وتر تسعة الشفع اللي هو يوم ذا الحجة عشر ذا الحجة اللي هو يوم العيد الشفع عشرة فالله أقسم بيوم عرفة ويوم عيد الأضحى كذلك والله سبحانه وتعالى كقاعدة عامة إذا أقسم بشيء فيقسم لعظمته عنده سبحانه له مكانة وعظمة فيقسم به وعلى ذلك ما يصر إحنا نحلف بغير الله ما يصر نعظم غير الله لكن الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء فإذا أقسم بشيء من خلقه فلتعظيمه فهو الشفع والوتر اللي هو الوتر عرفة وكذلك قال الله سبحانه وتعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قال النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة فبكرة هو اليوم المشهود والله أقسم فيه أيضا وكما قلنا الله تبارك وتعالى أقسم الله بعض الم فهذا الميزة الأولى أنه الله أقسم فيه فيدي لك على عظم تأثنين فيه تم الدين نزلت فيه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وراضيت لكم الإسلام دين حتى أن اليهود قالوا لعمر في عندكم آية لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيد هذا اليوم التي تنزل عندنا هالآية اللي عندكم كان عيدنا بهاليوم هذا آية عظيمة قال ما هي؟ قال هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم فقال عمرني لأعلم أين نزلت وأين كان رسول الله حين نزلت في عرفة لأن كان عرفة يوم الجمعة في عهد النبيل عليه الصلاة والسلام لما حج فنزلت عليه في عرفة وهو يوم جمعة وهو يوم عيد وهو يوم عرفة وهذه الميزة الثالثة بعد ما أن الله أخسم فيه نزلت فيه آية إكمال الدين يعني مثل ما احنا الواحد يتشرف أن رمضان ليلة القدر أنزل فيها القرآن بدأ التشريع نقول له في عرفة ختم التشريع وأنزل الله اليوم أكملت لكم دينكم هناك اقرأني اليوم أكملت لكم دينكم الميزة الثالثة أن يوم عرفة يوم عيد قال عليه الصلاة والسلام يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام فهو يسمى عيد عندنا كمسلمين اليوم الرابع فيه ركن الأعظم ركن الحج الأعظم قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة اللي ما يوقف بعرفة ما يلح قال حج باطل انتهى معذور غير معذور الحج وعرفه هو الركن الأعظم في عرفة خمسة من فضائل هذا اليوم ويزاته مباهات الله تبارك وتعالى بها العرفات إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء الله يباهي يعني هؤلاء البشر خلق اليول في عرفات يباهي من ملائكة انظروا إلى عبادي يجاءوني شعتا غبرا من كل فج عميق ماذا يريدون يعني تجلي من الله تبارك وتعالى له العرفات وهذا خاص بهذا اليوم ولذلك في كلمة كتبتها تغريدة بس ما نزلتها لحيب نزلها شعر الضاجر إنه احنا في كل يوم الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلاث الأخير ليجيب الدعوات والسائلين ويعطيهم لكن في عرفات ينزل في النهر كل ليلة يقوم له الخلص الناس الخاص مون كل واحد يقدر يقوم بالليل ويسأل لكن في النهار كان الله سبحانه وتعالى يسهل للناس سؤاله ونزول لهم في وقت صحهم مونهم مون وقت غفلتهم كلهم موجودين العصر الكل موجود فينزل تبارك وتعالى للسماء الدنيا ويباهي بها العرفات ويستجيب الدعوات سبحانه وتعالى ستة وهذا من الأمور العظيمة في عرفات قال أي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفات وأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كذر ثم كلمهم قبلا قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا شنو الموضوع هذا؟ الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على بني آدم كلهم هذا الحدث كل حدث في يوم عرفة من الخلق القديم لكن كان وافق عرفة وبنعمان نعمان هذا جبل قرب عرفات فالمكان والزمان عرفة في هذا اليوم الله أخذ الميثاق على بني آدم على هذا الذر الخلق العظيم اللي مسح ظهر آدم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا هذا الميثاق اللي الله أخذ عليهم وهي الفطرة التي الله سبحانه وتعالى عطاها بني آدم يشهدهم على التوحيد يأخذ الميثاق عليهم على توحيده هو الرب المعبود الوحيد هذا كان في يوم عرفة فلذلك يوم عرفة يوم تجديد هذا الميثاق تذكيرنا فيه أن الله واحد المعبود واحد ولعل والعلم عند الله هذا من أسرار الميزة السابعة اللي بعدها هي أن خير الذكر في عرفة أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد هو على كل شيء قدير وكأن هذا الذكر صار أفضل الذكر لأنه يوافق أخذ الميثاق بالتوحيد واضحة فمن الميزات يوم عرفة أنه يوم أخذ الميثاق العهد على بني آدم والله يذكرهم ويقرهم بتوحيده سبحانه فصار الميزة اللي بعدها السابعة أفضل الذكر في هذا اليوم هو كلمة التوحيد والميزة الثامنة أيضا لعلها من شيء ترتب على شيء أنه في الأذكار عندنا أذكار الصباح والمساء النبي عليه الصلاة والسلام حسب عدد المرات هذا الذكر تأخذ أجر عتق الرقاب لكن في يوم عرفة صار هو يوم عتق الرقاب نفسها يعني ما تأخذ أجر أنك عتق ترقبه الله يعتقك أنت الميزة الثامنة اللي عرفات ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم يعرفاه صار هو أكثر يوم في العام كله فيه عتقاء من النار من الأشياء اللي تكون سبب لعتقك من النار تكرار كلمة التوحيد لأن كلمة التوحيد دائما جزائها تأخذ أجر العتق تأخذ أجر العتق في عرفة أنت تعتق واضحة التركيبة والفكرة هذه الميزة الثامنة اللي هو يوم العتق من رب العالمين أكثر يوم فيه عتقاء من النار حتى أكثر من أيام رمضان فرادة يعني لو خذنا رمضان كل واحد بروحة عرف أكثر منهم واحد واحد يعني تسعة الميزة قبل الأخيرة قال صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة أحسن وقت بالسنة كلها تختار تدعو الله فيه يوم عرفة فرصتك الميزة العاشرة والأخيرة قال صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها كتب تبتغريدة قبل شوي دزيتها المرة مخاشة صيام خمستعش ساعة باشر خمستعش ساعة ننصوم بالكويت تقريباً صيام خمستعش ساعة يكفر سيئات سبعتعش ألف ومئتين وثمانين أو ثمانمين وعشرين ساعة اللي هم هالسنتين كل اللي يصير بها السبعتعش ألف ساعة من سيئاتك يغفر بسبب صيام خمستعش ساعة بحشر هذي مميزات يوم عرفة اللي الله سبحانه وتعالى خاصها فيه طيب شنو نسوي؟ طبعاً هذا البرنامج اللي هو شنو نسوي برنامج هو مقترح حسب الفضائل اللي وردت والتي الله سبحانه وتعالى جعلها لنا أيضاً بشكل عام لكن احنا نقتنس هذا اليوم المبارك ومن أفضل أيام السنة لأهمية هذه الأعمال فلما تكون في يوم عرفة يكون لها الفضل العظيم أول عمل وتحرص عليه في يوم عرفة تجديد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى توب واستغفر من كل شيء خلص خل هذا اليوم بداية يديدة تجديد العهد مع الله يا رب انت ربي يا رب خلاص ما فيه عصيان ما فيه ذنوب ما فيه سيئات توب إلى الله سبحانه وتعالى واستغفر من جميع الذنوب ترى هذا أولى من أي شيء ثاني تتفكر فيها أختم قرآن لا 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 الكلام هذا كله التوبة واجبة فرض فرض أن تتوب وتترك الذنب فابدأ بالفرض واحد اثنين تخلص من كل الأضغان والأحقاد والكراهية الشيلة بالقلوب على الناس تنقي قلبك تصفي صدرك تزكي نفسك خلاص سامع اعفوا عن الناس ترى ما رح تستفيد من العمالة الثانية ما رح تستطعمها ولا تستلذ فيها طالما انت في قلبك شيء على أحد من الناس فرصتك وابتغي عند الله من اغفروا كما قال صلى الله عليه وسلم اغفروا يغفر لكم وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم أنت بل تبيع الله أغفر لك ويحتقيكم من الناس سامح الناس واصفح عنهم واغفر لهم واعفوا عنهم والله يعاملك من مثل بالأفضل فأول شيء الاستفار والتوبة تصفية القلب على الناس جميعا ثالثا الصلوات لا يطوفك فرض في وقته في جماعة بالنسبة للرجال والنساء في وقته مهم جدا الصلاة أهم الأعمال على الإطلاق أهم شيء تهتم فيه في عرفات هو أنك تقيم الصلاة في وقتها الصح وبالطريقة الصحيحة والأشياء التي تحرص عليها في الصلاة باجر حافظ عليها انتبه وركز على خشوعك فيها لأن حسبة الصلاة والأعمال في عشرة عجة غير خل هذه الصلاوات خيرة الصلاة اللي أنت صليتها وأديتها حافظ على خشوعك فيها شيء ثالث من الاقتراح الذي يجرب حاول باجر تدخلك ذكر يديد من أذكار الصلاة اللي أنت محافظها عشان يعني اتجدد بصلاتك يعني يجرب باجر دعاء استفتاح يديد احفظها وباجر خلهها بصلاتك من أدعية استفتاح مثلا تسبيح يديد من تسبيحات الركوع والسجود صيغة يديدة من صيغة التحييئة أو التشهد الصلاة اللي برها شيء يديد شيء يديد تسوي عشان قلبك يحاضر في الصلاة تعين نفسك على الخشوع في هذه الصلاة هذا الأمر الثالث اللي هو الصلاة قلنا فارو توبة تصفية القلب الاهتمام بالصلاة أربعة السنن ونهافل قدر المستطع على الأقل يعني صلاة الضحى لو ركعتين السنن والرواتب الاثنائش ركعة وقيام الليل والوتر لا ركعتين بالليل مع الوتر لا تطوفك يعني بهذا البرنامج في اليوم المبارك خمسة الصيام وذكرنا فضلا كام أخبرها صلى الله عليه وسلم ستة جلسة الشروق احرص عليها قدر المستطع قدر صلى الفير طبعا نحن الآن ما في قاعد في المسجد صلى الفير ورجع البيت على طول والنساء في البيوت قاعدين اذكر الله اقرأ وردك من القرآن اذكارك تبيت تعلم تقرأ كتاب المشارعي اي شي في ذكر الله سبحانه وتعالى الاشتر قدر تاخذ أجر حجة وانت في بيتك ما الله ما رزقنا الحج له السنة هناك ان شاء الله ما نطوف أجر حج وان كنا في بيوتنا وفي أماكننا فهرص على جلسة الشروق تتمها لتذكر الله سبحانه وتعالى ثم تصلي ركعتين سبعة القرآن هو خير الذكر واضن ان في ناس كثيرين بدأوا بختمة في العشر بداية عشر الحجة اتوقع اذا قدرت تختم باتر ممتاز يعني بعضكم برمج نفسه يختم في العيد فباتر يمكن ثلاث أجزاء وعقبة ثلاث أجزاء ما يذر الله اعطيك العافية قدرت تخلص باتر ممتاز ليش في الختمة تتنزل الرحمة فتعرف اللي انت قاعد تحشد كل أسباب الإجابة والرحمة انت صايم ويوم عرفع وتذلل وختمة واضح فاذا قدرت لكن حتى لو ما قدرت تختم لا تنسى القرآن نشغل فيه فهو من خير الأذكار اللي تذكر رب العالمين فيها ثمانية الذكر وحنا ذكرنا هذا ان الذكر من أفضل الأعمال والعبادات في عشر الحجة ولذلك شرع التكبير المطاق والتكبير المقيد والتكبير المقيد يبدأ باتر باتر من صلاة الفجر عرفة يبدأ التكبير المقيد بعد الصلوات أول ما نسلم استغفر الله استغفر الله الله أكبر الله أكبر هذا من باتر يبدأ من فجر بكا عرفة إلى ثالث أيام التشريق يعني خمسة أيام تقريبا فاهتم بالتكبير المقيد واحد أثنين الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله لا الله والله أكبر ثلاثة التكبير المطلق بشكل عام نفسه اللي احنا كنا نقوله أربعة اللي هو اللي مساعدناها كلمة التوحيد لا إله لا الله وحده ولا شريك له الملكة له الحمد وهو على كل شيء قدير وهذه ترى الكلمة جاءت في حديث في الدعاء يعني قال عليه الصلاة والسلام أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة يعني خير ما قلت من الدعاء هذه الكلمة هذه الكلمة مو بس ذكر هي دعاء مع رؤية دعاء يا أخواني أخواتي مو بس دعاء سؤال يا ربي تعطيني ترزقني لا لا فيه دعاء ذكر أنك أنت تمدح الله وتذكره وما فيه كلمة تعظم في رب العالم تمدح مثل هذه لأن فيها أفضل الذكر وفيها أفضل الدعاء قال عليه الصلاة والسلام في حديث أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله وهذه فيها له الملك وله الحمد فأنت جمعت الخير كله فيها الكلمة القصد أن هذه الكلمة اشغل فيها وقتك هذا رقم ثمانية اللي هو الذكر تسعة الدعاء والدعاء نصيحتي ادعو بكل وقت بعض ما يقول أنا خاش أشعبها بخليها عشية يعني العشية اللي هو بعد العسل للمغرب آخر شي بخليها آخر شي بجهز الجو وبدعي رب العالمين صح سووا شدي بس لا تلغي الدعاء طول اليوم بس خاش الدعاء هناك تدري ليش؟ ترى الدعاء يحتاج مرات يعني مرات قلبك شدي يرف أو يعني يرق في وقت أنت ما تكون في بالك في صلاة من الصلوات وقت الضحة وقت الظهر غير وقت أنت بخطط له ادعو يعني هذه المشاعر لما تيك استغلها في الدعاء شوف زكريا لما شاف عن مريم الرزق فاكهة الشتاء في الصيف والشتاء هذا الشي اللي شوفها لما شاف أنا لا كي هذا قالتهم من عند الله أن الله يرزق ما يشعب موقف هذا الموقف خلق قلبه استغل هذا تعرف مرات ييك شعور ثقة بالله ما يكل وقت إذا ياك تدعو وهذا عشان هيك مرات تحتاج أن تتكثر دعاء بكل وقت لذاك دعاء زكريا لما يالها المشاعر هناك دعاء زكريا رب هل العظم لأن هذه المشاعر مو كل وقت أنت مرات تضبط نفسك حق هالوقت ذاك العصر قلبك مو حاضر يكون علشان شريا تدعو من أول يوم من بدايته من الفجر وانت تدعو وتتكرر وتتكرر شأنك قاعد تسخن تسخن قلبك بحيث أن في آخر يوم آخر اليوم من النهار من عرفة يكون وايد حضر قلبك غير شذي أنك أنت تكون الححت على الله في الدعاء طول اليوم تتلح على طالبك وعاشدك ثم آخر يوم عرفة كذلك تدعو الله سبحانه وتعالى فلا تخصص دعاءك بس بعد العصر هو الوقت الفاضل لا شك لكن ابدأ الدعاء من الأول ورح تستفيد وايد في ذاك الوقت اللي هو آخر النهار في الدعاء كذلك اللي ما يدري شون يقول أو عنده ما يمنع أخذ كتاب في الأدعية وكثيرة كتب الأدعية اقراها بنية الدعاء نفتح الكتاب وابدأ دعاء أنت تدعو بنية الدعاء وأنت تقرأ الأدعية كلها يمكن أن أخذ منك كتاب تقرأ عشر دقائق ربع ساعة بس ما تخلي الدعاء من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقلته عشان ما يطوفك هذا اليوم تكون طوف دعاء خير فجهزك كتاب مثل فيه كتاب الدعاء عق الشيخ سعيد القهطاني رحمة الله عليه فيه أوراد فيه كذا كتاب فيهم أدعية كثيرة يدعو الله سبحانه وتعالى فيهم وكذلك يهتم بوقت العصر اللي هو عشية عرفة ولا تنسى تدعو لغيرك آخر أمر لا تنسى أنك تتصدق صدق الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم تدعو الله فيها وتتوسل إلي أن يعطيك سؤلك ويستجيب دعائك شوف هذا الحشد اللي أنت قاعد حشده كله مثل ما قلنا أنت صايم متصدق يعني قدمت صدقة بين يدي دعائك كثير الذكر ونعرف أن النبي عليه الصلاة قال ثلاثة لا تردوا دعواتهم الذاكروا الله كثيرا فأنت قاعد تذكر الله اشغل يومك هذا عرف من الفجر إلى آخر يا أقرأ قرآن يا لا إله لله وحده ولا شريك لا لا الموك والأحمد وعلى كل شيء قدير يا قاعد أدعي ربي وأسأله وأتضرع إليه وأتبتل لا تسكت لا تسكت لا تسكت انتقل من خير إلى خير فرج عن مهموم إذا قدر تبي تصل أرحامك تسأل عن أحد من أهلك لا خل اليوم مليان عبادات وطلب مني أخوكم طرر عشان العشور من الحلية بيننا بخصوص الصادقة بكرة إن شاء الله رح أحط لكم رابط لمشروع يخص إحياء النفوس مساعدة مرضى فقراء ما عندهم تكاليف البسيطة للمرض قد يموتون بسبب هذا المرضى اللي تكلفته بالنسبة لنا بسيطة نعين المرضى على العلاج والشفاء رح نزل هذا الرابط بالستوري ترفع الصفحة تلقاء ورح أحطه في البايو إذا أكم الله خير دشوا عن طريقي عساس إن شاء الله كل صدقة منكم في هذا المشروع أخذ ميزانها يعني أخذ أجر معاكم لأن أنا لدلتكم عليه يعني ما بتبادل المنفعة والشراكة في الأجر لا تنسون هذا الشيء ودعونا معاكم الله يرضى عليكم دعونا لأن الله يعتقنا من النار استغل الفضال على بعضها كثرة الذكر كثرة الدعاء بالعتق من النار لأن الله يعتقوا ناس كثيرين في هذا اليوم من النار ادعوا لي غيرك ولا يقول لك الملك ولا كمثلة لا تخلون الخير خلوا وقتكم مليان ذكر وصدقوني يا أخواني أخواتي اللي يعيش باتر يعني شدي الذكر عنده طفوح قلبك رح يعيش بجنة ما عشتها من قبل لأنك أنت قاعد تعبي قلبك حياة وروح شفت اللي يعطي جسمك أكل صحي عصير طازج خضرة فاك شف جسمك يصير شوان شدي قلبك هو أغذاء الذكر فإذا أنت شحنت ذكر رح يطير من الفرح وتشوف قلبك معلي معلي فعلا تفرح عشان شدي بالعيد باشي تفرح للي سويته أمس في عرفة من عبادة الله سبحانه وتعالى استغل كل لحظة في ذكر في دعاء في قرآن ولا تنسى الصدقات الطيبة ولا تنسى الرابط اللي رح تزدكم إياه بكرا إن شاء الله نضحها حطا لكم عسى الله يجعلنا الشركاء في الأجر أنه يعني ربي ما يحرم أحد فينا الأجر سواء الدال على الخير أو فاعلة عسى الله سبحانه وتعالى نفعنا وياكم ويتقبل مننا ومنكم يمكن شوي طولنا باك أن اليوم هذا يستهل من أفضل أيام العام دقيقة أحفظ لكم هذا اللايف ورجع لكم إن شاء الله حق سؤال